وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الساحل الشمالي هذا العام صار مقصداً لأكثر من مئة بنسية مختلفة مما يأتي ضمن مخطط الدولة لتنويع المقاصد السياحية المصرية أضاف مدبولي أن هدف الدولة كان تحويل مدينة العالمين السياحية ومدينة رأس الحكمة من مجرد مدينة مصيفية موسمية إلى مقصد سياحي تنموي على مدار العام الساحل الشمالي هذا العام فيه أكثر من مئة جنسية زارة الساحل الشمالي وده النهاردة ضمن خطة الدولة لما قلنا أن احنا عايزين نزود المقاصد السياحية في مصر وأن احنا نستهدف عدد كبير من السائحين النهاردة الحمد لله الساحل الشمالي بقى النهاردة مقصد رئيسي زي ما كان دايماً بنتكلم على شرم الشيخ والغردقة ومدينة القاهرة لأنه النهاردة بقى الساحل الشمالي أيضاً مقصد مهم وهدف مدينة العالمين والمدن الأخرى زي رأس الحكمة وكل المشروعات أن ما يبقاش الساحل الشمالي هو منطقة موسمية يدوبك ثلاث شهور ولكن يبقى بجد على مدار العام هو مقصد سواء للسياحة أو حتى لعملية التنمية العمرانية وعشان كده هدف تواجدنا في المدينة كل سنة أن احنا نشجع هذه الأفكار وأن احنا نشجع المستثمرين وقطع الخاص سواء من مصر أو خارج مصر على الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي ونسلط الدوق ونروج زي ما بنقدر نقول لمنطقة الساحل الشمالي في مصر عشان تكون مقصد للسياحة العالمية